بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وستوديو تحليل جديد من استاذ الأشبال كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة القمة بين الأهلي والزمالك الشباب في دوري الجمهورية موليد 2001 مباراة حلوة جدا في ملاعب النشئين بمدينة نصر النادي الأهلي يسعى للفوز اليوم إن شاء الله علشان يحقق الدوري الدوري اللي بحققه بقاله ثلاث سنين دوري الشباب النهاردة إن شاء الله النادي الأهلي يسعى للفوز على الزمالك في ملاعب النشئين بمدينة نصر ترتيب المباراة النهاردة قبل المباراة النادي الأهلي في المركز الثاني بيفرق عن طلاع الجيش اللي في مركز أول بنقطتين برصيد 64 نقطة ونادي الزمالك في المركز الحداشر برصيد 44 نقطة مباراة مهمة جدا والمكسب ان شاء الله النهاردة فيها مهمة جدا زي ما احنا شايفين النهاردة ترتيب بطول الدوري الجمهورية لان اتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي مع ضيوف الكابتين محمد حشيش والدكتور احمد سابت زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم طالع الجيش في المركز الاول 66 نقطة النادي الاهلي 64 نقطة في المركز الثاني امبي في المركز التالت برصيد 59 نقطة المولين العرب في المركز الرابع 58 نقطة لاتحاد السكنداري 52 نقطة فاركو اتنين وخمسين نقطة سيراميكا كليو باترا خمسين نقطة مصر المكسر أربعة واربين نقطة بيراميز الزمالك النهاردة هلاعب النادي لأهل في ملاعب النشئين في مدينة نصف المركز الحداشر برصيد أربعة واربعين نقطة نادي الإسماعيلي في المركز الاثناشر سموحة غز المحلة المصري البنك الأهلي الشرقية للدخان وفي المركز الأخير برصيد حداشر نقطة نادي كوكاكولا ده ترتيب بطول الدورة الجمهورية موليد 2001 قبل اللقاء المهم والمرتقب النهاردة على ملاعب النشئين في مدية ناصر لكن قبل ما نروح لأرقام وأحصيات المباراة حابب الأول نتكلم عن المباراة المهمة للنادي الأهلي مباراة الأهلي أمام الرجاء المغربي في دور إياب دور التمانية لبطول الدوري أبطال أفريقيا النهاردة بعثة النادي الأهلي غدرت إلى كازابلانكا مباراة مهمة جدا زي ما احنا عارفين المباراة الأولى اللي انتهت هنا في ملعب الأهلي والسلام انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 وان شاء الله المباراة التانية كلنا ثقة في لعيب النادي الأهلي وكلنا ثقة في الجهاز الفني بالنادي الأهلي زي ما احنا شافين دلوقتي اللقطات والصور اللي معانا دي دي صور بعثة النادي الأهلي النهاردة اللي غدرت النهاردة مطار الكاهرة كل اللعيبة مستعدة كل اللعيبة ان شاء الله مستعدة تعمل مباراة كبيرة احنا كجمهور الناد الاهلي عندنا ثقة كبيرة في اللعيبة في الجهاز الفني اللعيبة دي اللي لعبت قبل كده مباريات كبيرة في البطولة التسعة والبطولة العشرة وقدرت تفرح كل جماهير الناد الاهلي البطولة التسعة والعشرة اللي كان فيه مباريات صعبة سواء على ملعبنا وخارج ملعبنا ان شاء الله كلنا ثقة في هؤلاء اللاعبين هقول لحضراتكو برضو باعثت النادي الاهلي النهاردة تمثلت فيه محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير محمد هاني كريم فؤاد محمد عبد المنعم محمود متولي ياسر إبراهيم أيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمر السلية وقاليو ديانج حمدي فاتحي محمد محمود حسين الشحات صلاح محسن محمد مجد أفشة طاهر محمد طاهر ميكي سوني أحمد عبدالقادر وليد سليمان حسام حسن محمد شريف وبرسي تاو زي ما احنا شايفين علي معلول انضم للبعثة موجود ان شاء الله تكون نسب شفاءه كبيرة جدا وان شاء الله يلحق بالمباراة كل اللعيبة على قلب رجل واحد وزي ما اقول لحضراتكو احنا كجمهور النادي الاهلي عندنا ثقة في اللعيبة اللعيبة دي مرت بمواقف صعبة في البطولة التسعة والبطولة العشرة وقدروا يعدوا كل المواقف الصعبة بأداء كبير سواء خارج ملعب النادي الاهلي فيه سواء لما قابلنا الترجي التونسي في ملعبه الوداد في ملعبه سانداونس في ملعبه كل دي فرق كبيرة النادي الاهلي قدر وقتها يقدم عروض علشان كده احنا لما نرجع لسيناريو المباراة الاولى اللي كانت فيه ملعب الاهلي والسلام الكرة كانت معاندة شوية كان فيه فرص كتير كان النادي الاهلي ممكن يطلع بنتيجة افضل لكن ان شاء الله لسه عندنا شوط تاني هناك مهم جدا اه مباراة الاهلي والرجاء المغرب في المغرب دايما مباراة صعبة صعوبتها طبعا زي ما احنا عارفين ان الرجاء عنده جماهرية كبيرة حوالي 35 الف متفرج هيحضروا المباراة نادي الرجاء كان بيسعى ان يكون العدد اكبر لكن الشركة المنظمة لهذه المباراة قالت 35 الف متفرج نادي الرجاء بيسعى زيادة العدد لكن اللحظة اللي انا بكلم حضراتكم فيها العدد اللي هيكون موجود في المباراة 35 الف متفرج عندنا لعيبة عندها خبرات كبيرة مرت بالظروف دي النهاردة لما لعبت النادي الاهلي اللعيبة اللي فيها منتخبات زي منتخب مصر زي ما نشوف عمر السلية ونشوف محمد شريف ومجد افشا وايمن اشرف ومحمد الشناوي وعمر السلية مروا بالظروف الصعبة دي مع منتخب مصر وامام جماهير كتير برضو نفس الكلام علي معلول اليو ديانج برستاو فالنهاردة عندنا لعبة عندها خبرات كبيرة تقدر تتأقلم مع هذا الوضع زي ما احنا شايفين دلوقتي قدام حضراتكم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي اللي مرافق ليه باعثة النادي الاهلي وهو رئيس البيعثة وطبعا معاها الدكتور محمد شوقي ومعاها الكابتن حسام غالي اعضاء مجرس الادارة النهاردة دور الكابتن محمود الخطيب مهم جدا في المباريات الكبيرة النهاردة مجرد سفروا مع اللعيبة بيوصل رسالة للعيبة اهمية المباراة الالتزام التركيز ازاي نفرح جمهورنا الكرة مكسب وخصارة واحنا متعودين ان الكرة دايما مكسب وخصارة لكن كل واحد يبزل اقصى جهد عنده محدش يقدر يوفر رقوط تعارق النهاردة ملعبت النادي الاهلي اعمل اللي عليك والنتيجة ان شاء الله بتاعت ربنا التوفيق ان شاء الله هيجي لما بنقيم الفرقتين فرقة الاهلي وفرقة الرجاء النهاردة شوف اداء النادي الاهلي في المباراة الاولى اللي كانت هنا النادي الاهلي كان افضل على نسبة الاستحواز النادي الاهلي هو الافضل في الضغط النادي الاهلي هو الافضل في خلق الفرص النادي الاهلي هو الافضل في التهديف لكن كنا ممكن نزيد الغلة التهديفية بسبب الفرص الكتير اللي ضاعت المباراة الكبيرة اللي هتكون هناك مش محتاجة النهاردة ممكن اسرح ولو سانية حصل سرحان شوية في اخر الشوط الاول وده بيكون وقت مهم جدا في المباراة ازاي اللعيبة تكون مركزة تسعين دي وزاي ما انا شايف النهاردة الوشوش اللي موجودة كلها سواء انت بتبدأ سواء بتقعد للشوط التاني كل اللعيبة مركزة النهاردة لو ملكش دور في الشوط الاول ممكن يكون ليك دور في الشوط التاني ممكن تنزل تغير علشان كده كل اللعيبة محتاجينها مفيش اساسي مفيش احتياطي في هذه المباراة في النادي الاهلي ازاي اللعيبة كلها تفرح جمهورها النهاردة كمان من اللقطات الاجابية اللي بتبين العلاقة ما بين الاهلي او بين الرجاء او بين مصر وما بين المغرب لقطة ايجابية وحلوة قوي صورة مضيئة جدا لما نشوف الدكتور احمد ابو عابلة زي ما شايفين قدام حضراتكم ده طبيب النادي الاهلي في الطيارة النهاردة اللي موجود عليها بيعطة النادي الاهلي وبالمناسبة النهاردة دي مش رحلة خاصة رحلة عليها ركاب مصريين وايضا ركاب من المغرب احدى السيدات المغربيات النهاردة تعرضت لوعكة صحية في الطيارة فالنهاردة كان الدكتور احمد ابو عابلة كان موجود في المعاد قام باجراء الاسعافات الاولية للسيدة المغربية لما اطمن عليها وفضل مرافق لها طوال البعتة او طوال الرحلة فضل مرائبها كويس تحت الملاحظة علشان يطمن عليها خلال الرحلة الاستغرقت خمس ساعات هي دي العلاقات الجيدة هي دي الكرة اللي بتجمع هي دي الروح الطيبة هي دي اللقطة المضيئة واللقطة الإجابية اللي احنا دايما بنحب نشوفها اه هي خارج الملعب لكن هي دي الصورة المضيئة لما نشوف طبيب النادي الاهلي بينقص حياة سيدة مغربية والنهاردة كان موجود في الطيارة والدكتور احمد ابو عابلة يعني بنقدم له كل الشكر وكل التحية على هذه اللقطة الطيبة والجيدة زي ما احنا شايفين كل طاقم طاقم الضيافة او طاقم الطيران موجودين مع الدكتور احمد ابو عابلة قدم كل الاسعافات وكل المسندة لهذه السيدة ودي لقطة يعني بنحي عليها الدكتور احمد ابو عابلة دي رسالة مهمة جدا علشان الناس اللي دايما او حبة دايما العلاقات يبقى فيها سخونة وفيها شد وجذب واشعال الفتنة دي صورة بألف كلمة صورة بمليون كلمة انا هنا مش هقدر اقول اسماء لكن احنا هنا في قناة الاهلي الصورة افضل دليل وافضل من الكلام وافضل من مليون كلمة لما نشوف طبيب النادي الاهلي وهو ينقذ حياة سيدة مغربية علشان كده كنا لازم نبين الصورة دي ونبين الموقف ده ونبرزه شفنا مبارح شفنا مبارح واسمعنا كتير اللقطات السيئة واشعال الفتنة اللقطات الموسيقى وبالمناسبة دي ما كانتش اول مرة النهاردة لما النادي الاهلي راح السودان وشفنا الاجواء كانت صعبة هناك والبعض هنا في مصر عمل على اشعال الفتنة هتستفيد ايه هقولك رسالة واحدة بس اتقول لا واحنا في ايام مباركة ايام مباركة بيرفع فيها العمل الصالح الى الله احنا هنا في قناة الاهلي واحنا عملنا برنامج رد الجميل رد الجميل اللي انا بشكر كل الناس على ردود الفعل اللي جابية اللي وصلتنا هنا في قناة الاهلي من خلال برنامج رد الجميل وصلتني انا شخصيا الرسالة اللي كنا عايزين نوصلها تجميع كل رموز ونجوم وأساطير الأندية في النادي الأهلي والرموز اللي احنا كنا بنقول أهلي والزمالك واسماعيلي ومقاولين وترسانة ومحلة ومنصورة والتحاد وولمبي والمينيا صعيد مصر ما كناش بنقول أهلي بس لما تشوف الكابتن الكبير والرمز الكبير رمز نادي الزمالك كابتن حسن شحاته هو موجود جوة النادي الأهلي هي دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها هنا في قناة الأهلي هو ده الإعلام الصحيح هو ده الإعلام اللي بيعمل على تجميع الناس هو ده اللي احنا عايزين ننشره الأجيال اللي جاية مش عايزين ننشر الفتنة مش عايزين ناس مسؤولة تظهر على الإعلام وياريت كلكم إن شاء الله تتابعونا الأسبوع القادم هتشوفوا حلقة رد الجميل حلقة تاريخية داخل النادي الأهلي اللي بتجمع كل أساطير الكرة المصرية داخل النادي الأهلي هيكون معانا بعد قليل زميلنا محمد توفيق من الم معانا محمد توفيق طيب نروح دلوقتي لكازا بلانكا لزميلنا ومرسلنا محمد توفيق علشان نحطنا في كل الصورة هناك وطميننا على باس النادي الأهلي كل سنة وانت طيب يا محمد وحمد الله على السلامة وطميننا على باس النادي الأهلي سهل خير كابتن أسامة تحياتي لكم كل مشاهدة ومطابعة قناة النادي الأهلي في كل مكان وحضرتك طيب وكل المصريين بخير يا رب وأشققنا كمان هنا في المغرب بخير يمكن أول حاجة عاوز أقولها بسم الله وعلى بركة الله نبتدي إن شاء الله 90 دقيقة نحو إن شاء الله الصعود للدور القادم والوصول للنصف النهائي أول رسالة زي ما حرقك قلت رسالة كتيرة جدا في مقدمتك يا سيد كابتن أسامة عايز أقول لك رسالة مهمة جدا من هنا من المغرب احنا هنا في وسط أشققنا المغاربة يمكن استقبال ولا أروع لبعثة النادي الأهلي كمان في اللحظات وصلنا سواء في المطار أو حتى هنا في فندق الإقامة أجواء أقصر من رائعة أجواء فعلا بين أشقاء النادي الأهلي باسمه بمكانته بعظمته الناس هنا في المغرب مقدرين جدا قيمة النادي الأهلي واسمه وتاريخه ومكانته وعلاقة الود والأشقاء بين مصر والمغرب هنا كابتن محمود الخطيب رئيس باس النادي الأهلي ورئيس مجلس إدرافة النادي الأهلي يمكن استقبال ولا أروع النهاردة يمكن أكيد اللعطات وصلت حضرتك سواء حتى الإعلاميين أو المشجعين أو الأشقاء المغاربة الموجودين سواء في فندق الإقامة أو في مطار محمد الخامس هنا بالمغرب كلهم كانوا حرصين على التقاط الصورة التسكرية مع كابتن محمود الخطيب وأفراد الباسة زي ما بقول لك دي الرسالة الأهم المباراة ما بين فريقين أشقاء 90 دقيقة في كرة القدم فقط وإن شاء الله تخرج المباراة لبر الأمان والنادي الأهلي إن شاء الله يخرج منتصرا من 90 دقيقة وإن شاء الله يسعى للدورة بالنهاية يمكن كابتن أسامة بيوم طويل جدا النهاردة يمكن لعاب النادي الأهلي تواجده من السادسة صباحا في مطار القاهرة الدولي يمكن الطيارة كانت في استعمام السامنة صباحا بتوقيت القاهرة يمكن وصلنا هنا 12 الظهر بتوقيت كذا بلانكا بعد كده كان على طول التحرك لفندق الإقامة هنا في وسط مدينة الدار البيضاء يمكن زي ما قلت حالك أجواء أكثر من رائعة سواء من الإعلام المغربي اللي اهتم بشكل كبير جدا بتواجد النادي الأهلي ووصوله النهاردة وعلى رأسه طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما قلت لك أجواء أكثر من رائعة أجواء يسودها الود وروح الإخاء والأشقاء ما بين مصر والمغرب كمان يمكن اللقطة اللي حالك كلمت عليها دكتور أحمد أبو عبلا يمكن الصحف هنا والمواقع تناولتها بشكل كبير جدا لحظة مساعدة دكتور أحمد أبو عبلا لسيدة مغربية كتعلامات الطائرة المتوجهة من القاهرة إلى هنا إلى كذا بلانكا يمكن تقم الطائرة على الفور يمكن استدعى دكتور أحمد أبو عبلا اللي صلت يمكن عزو الله حالك أكثر من نص رحلة تقريبا ثلاث ساعات بجوار سيدة المغربية اللي كانت يعني بتعاني من هبوط في الدورة الدموية وعلى ألم حالية عزو أقول لك الدكتور أحمد أبو عبلا لغاية وإحنا نزلين من العرباء بالطائرة كابتن أسامة كان مصاحبة يمكن الخبر هنا مسمع جدا في المغرب يمكن الأشقال المغربية هنا سواء في الصحف أو المواقع بيتكلموا عنه يمكن عزو أقول لك إن شاء الله أجواء أكثر اللحظات كمان اللي حرج بتكلمني فيها هنا يمكن دلوقتي الساعة لسه ستة ورب لسه اللعباء ما يتناولوش وجبة الإفطار يمكن طبعا عشان فرق التوقيت ساعتين فرق التوقيت وكمان المغرب هنا بيقدن فيه تمام السابعة والأرب فلسه اللعباء لم يتناولوا وجبة الإفطار يمكن فور وصولهم على طول الجهاز الإيداء طبعا بقيادة كابتن سامير عدلي يمكن موجود أكثر من رائع بمساعدة طبعا طاقم السفارة يمكن السفير ياسر عثمان سفير مصر بالمملكة المغربية هنا كان في استقبال البعثة من أول لحظة في مطار محمد الخامس هنا في كازا بلانكا يعني ما يسبش البعثة حد ما وصلنا فندق لقامة تم تسكين جميع اللعبين وجميع يعني في حالة أكثر من رائعة طبعا اللعبين كلهم خلدوا إلى الراحة إن شاء الله يعني بعد دقائق قليلة هينزل اللعبين جميعهم لتناول وجبة الإفطار إن شاء الله التسع والنصف بتوقيت كازا بلانكا هيكون التوجه لخوض أول حصة تدريبية هنا في المغرب إن شاء الله هتبقى فيه واحد الملاعب التابعة للنادر الرجاء المغربي وإن شاء الله يعني هيبقى تمرين فيه تمام الساعة العشرة بتوقيت كازا بلانكا السنة العشرة صباحا بتوقيت القاهرة كل أجواء زي ما تكلمت أن أسامي هنا أكثر من رائعة يعني أجواء ما بين أشقاء يعني قصها بس إن شاء الله فوز النادي الأهلي والتأهل للدور القادم وزي ما قلت حراك يمكن كلام الأخوة المغاربة هنا وكلامنا طبعا في قناة النادي الأهلي وده كلام أي رياضي يعني زي ما بيقول بيتكلم بروح رضيها يا مباراة داخل الملعب ولكن خارج الملعب نحن أشقاء مباراة ما بين أشقاء سواء هنا في المغرب أو عندنا كان في مصر كمان في المباراة الأولى وممكن كمان كل المتحدثين بإسم إدارة الرجاء المغربي كلموا عن حصن الاستقبال والضيافة اللي لقوها في مصر وطبعا المعاملة هنا بالمثل إن شاء الله في المملكة المغربية الشقيقة دي كل أجواء هناك كنت نستمع معك لفاق الاستفسار بنشكرك شكرا جزيرة محمد وبنشكرك على أنك حطتنا في الصورة دلوقتي وكل جمهير النادي الأهلي تطمنت على بعثة النادي الأهلي ووصولها لكازا بلانك عايز أخذ برضو من كلام محمد توفيق على حسن استقبال بعثة النادي الأهلي زي ما شفنا هنا الاستقبال النادي الأهلي استقبل فريق الرجاء والمسؤولين والبعثة كلها هنا أفضل استقبال برضو نفس الكلام هناك بعثة النادي الأهلي بيستقبلوها المسؤولين في الرجاء أفضل استقبال وهي دي العلاقات الطيبة اللي دايماً هتجمع ما بين المسؤولين في الناد الأهلي وفريل الرجاء وأيضاً جماهير الناد الأهلي وجماهير الرجاء وهي دي علاقة الحب والود اللي دايماً هتجمع بينا وبين أشقائنا في المغرب السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها الناد الأهلي راح وهناك يعني صعدنا من الوداد المغربي وكانت مباراة طيبة جداً والناس استقبلونا ونفس الكلام السنة دي وبرضو شافين السفير المصري سفير مصر بالمغرب لأستاذ ياسر عثمان وهو بيستقبل بعثة الناد الأهلي في مطار محمد الخامس يعني بنشكرهم شكراً جزيلاً كل طاقم الصفارة وأيضاً السفير الأستاذ ياسر عثمان يعني على حسن استقبال بعثة الناد الأهلي كابتن محمود الخطيب اللي دوره مهم جداً دوره مهم جداً مع بعثة الناد الأهلي دايماً في المباراة الصعبة والمباراة المهمة بنلاقي تواجد الكابتن محمود الخطيب شفناها قبل كده في مباراة الهلال السوداني وكان ليه دور مهم جداً شفناها في مباراة التراجي في البطولة العشرة وكان ليه تواجد مهم جداً في مباراة سانداونز المباراة اللي كانت مرنا فيها بظروف صعبة وكان فيه ضغوط نفسية كبيرة على اللعيبة وكان وقتها متواجد وكان ليه دور مهم علشان كده دايماً تواجد الكابتن محمود الخطيب مع بعثة الناد الأهلي ومع لعب الناد الأهلي بيكون ليه مفعول السحر إن شاء الله يعني ده يكلل بالتوفيق توفير ربنا سعى تعالى في الملعب وزي ما احنا شايفين برضو علاقة الكابتن محمود الخطيب هناك بالجماهير المغربية والمسؤولين المغربة ليه صدقات كبيرة جداً مع نجوم المغرب هناك فهو ده لها يجمعنا دايماً ما بين الأهلي وما بين الرجال المغربي ما بين مصر وما بين دولة المغرب الشقيقة ودائماً ودائماً وأبداً الرياضة هتكون أخلاق نروح بقى لمباراة النهاردة عندنا النهاردة مباراة حلوة جداً في بطولة دوري الجمهورية للشباب موليد 2001 الجهاز الفن اللي بيقود الناد الأهلي الكابتن محمد شرف اللي بنتمناله إن شاء الله كل التوفيق النهاردة مباراة صعبة على الفريقين الناد الأهلي بيواصل أو بيسعى النهاردة للفوز على نادي الزمالك علشان يديق المنافسة على نادي طلاع الجيش نادي طلاع الجيش هو في المركز الأول برصيد 6 و60 نقطة الناد الأهلي في المركز الثاني برصيد 64 نقطة علشان كده نادي الأهلي النهاردة بيسعى للفوز نادي الزمالك في الترتيب الـ 11 برصيد 44 نقطة مباراة مهمة جداً هنتكلم عن كل الأمور الفنية بالتفاصيل مع ضيوفي ضيوف الاستوديو التحليلي الكابتن محمد حشيش نجم الأهل السابق والمحلل الفني لقناة الأهل الدكتور أحمد سابت انتظرونا ولكن بعد الفصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بحضراتكم من جديد برحب ضيوف النهاردة ضيوف محلل استادي الأشبال كابتن الكبير كابتن محمد حشيش كل سنة طيب والمحلية ازايك عمليه أعني الاخبار كله تمام الحمد لله مش أهوى عشان تعرف المسافة جاي جاري حتى الشربة يعني كتسخ نوم الحايتش تفتر بعد الماضي إن شاء الله فاتترك محلل قناة الأهلي الدكتور أحمد ثابت منورنا يا دكتور ده نور حضر لك يا كابتن وسامة وكل سانة حضر لك طيب وكل سانة والسادة المشاهدين بخير وعمل حالة انت في برنامج رد الجميل حضرتك يعني بصراحة شغله محترم قوي وإعلام محترم وهادف وده اللي بنسع عليه دايما في قناة الأهلي نقول لا للفتنة قناة الأهلي دايما بتجمع كل الأندية بتجمع رموز كل الأندية هو ده الإعلام الهادف اللي بتسع عليه دايما قناة الأهلي عايزين نتكلم قبل ما نروح للمباراة المهمة والمرتقبة النهاردة كمك الشباب الأهلي والزمالك عايزين نتكلم عن مباراة الأهلي والرجاء كده شايف المباراة ازاي تواجد الكابتن محمود الخطيب مع البعثة كالمعتاد المباراة المهمة بنشوف الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثة ندلية هو الحقيقة كابتن محمود دايما يختار المواقف الصعبة والمبارات الصعبة بيروحها عشان له تأثير كبير جدا على طبعا البعثة كلها أجهزة طبعا ولعبين إن شاء الله يكون وش حلو كالعادة والنادي الأهلي طبعا يعدي الدور ده طبعا المباراة يعني طبعا المباراة صعبة مع بطل كبير بلعب على أرض وفصل جمهور كبير جدا جمهور شارس وجمهور بيأثر تأثير كبير في لعبته مش عايزين نقول بقى احنا المباراة الأولانية إن احنا صعبنا الدنيا على نفسنا كان ممكن نروح مستريحين وكان ممكن يبقى الموضوع خلص من البداية من المباراة الأولانية إنما النادي الأهلي برضو معودنا في الظروف الصعبة والمواقف الصعبة إنه هو بيكون على قد المسؤولية لعبته ورجالة تحط طبعا هدف أساسي قدامهم طبعا الفنانة الحمرة والبطولة إن شاء الله أعتقد إن محدش هيأثر في إنه يبزل كل الجهد وبعدين عايز أقول للناس برضو في الأول وفي الآخر أنت رايح كسبان مش رايح خسران أو متعادل أنت رايح كسبان فدي برضو حاجة تطمن الناس صحقة المكسب النتيجة بالتحديد دي صعبة شوية إنما إن شاء الله بإذن الله إحنا ما نبصش برضو نفسنا والمنافس في نفس الوقت بيلعب المباراة دي وهو خسران ومطالب إنه هو طبعا يحرز أهداف إن شاء الله تبقى مباراة قوية أو النادي الأهلي عد يعني بإذن الله إن شاء الله دكتور أحمد فترة مهمة ثلاثة أربعة أيام اللي جاينا بالمباراة محتاجين دعم لكل العدة النادي الأهلي الجهاز الفني هي دي اللغة اللي إحنا نتكلم بها كأهلوية إن إحنا عندنا ثقة في اللعبة ومروا بظروف صعبة قبل كده وقدروا يخرجوا منها ويكسبوا بطلات كتير هو الجيل ده عودنا على كده خلينا أقول لحدك برضو في البداية إن وقت الشدايب بتظهر معادن الرجال وجود كابتن محمود الخطيب دايما بيبقى في كل المباراة الصعبة زي ما كنا في كاس العالم أنت بتتكلمة دكتور دي اللقطات يعني وصول بعثة النادي الأهلي للمطار محمد الخامس في المغرب والتوجه إلى فندق اللي قام في كذا بلنك شايفين زي ما احنا شايفين استقبال رائع من السفير المصر بالمغرب وأيضا الصحافة المغربية والجماهير المغربية والأمور الحمد لله على أفضل ما يرام يعني إحنا في بداية كاس عاملة الأندية كنا عندنا غيابات كتير حوالي 14 لاعب والعبدة بالشباب وكان موجود كابتن محمود الخطيب برضو مباراة الهلال السوداني مباراة سانداونز ومباراة الودات في المغرب فإحنا متعودين من كابتن محمود على كده وإن شاء الله يعني اللعيبة برضو تكون عايز أول حداك برضو على أرقام معينة في المباراة دي تطمن برضو إن إحنا إن شاء الله أعلى فنيا بكتير من فرقة الرجاء إحنا أكتر فرقة جماعة في الأربع مباريات في جولة الذهاب كلها أكتر فرقة في البطولة عاملة محاولات على المرمى 25 محاولة أكتر فرقة عاملة محاولات صحيحة أكتر فرقة صنعت فرص أكتر فرقة هضرت فرص ولكن بنوصل للجوم كتير إحنا النادي الأهلي بقدراته بشخصيته بخبراته بالحاجات الموجودة فيه نقدر إن إحنا نعدي زي ما عدنا قبل كده في 2006 وستة الصفاكسي كانت النتيجة واحد واحد وروحنا هناك كسبنا واحد سفر عملناها في 2012 وكانت تعادل برضو واحد واحد وقدرنا إن إحنا نكسب هناك اتنين واحد وهتروح بعدل الجيل ده في البطولة التاسعة والبطولة العشرة مروا بمواقف صعبة وقدروا يعدوا منه ياخد البطولة بس برضو مباراة الرجاء دي مباراة بالتأكيد صعبة جدا وجود الجماهير إنت اتنين واحد هنا ولكن برضو عندنا فرصة قوية ليه لأن إنت نتيجة أي نتيجة تعادل لصالحك أي نتيجة تفوز لو كسب أي نتيجة تفوز لصالحك اللعطات دي حصرية لنا هنا يعني وصول بعثة النادل آلي لمكر الإقامة ولكن المباراة بقى محتاجة أن أنت برضو أول يعني بشوف أهم فترة في الماتش ده أول ربع ساعة كابتا محمد لازم تستحوز لازم تستحوز على الكورة ولازم تبدأ من وجهة نظري بضغط عالي في أول ربع ساعة تحديدا ليه؟ لامتصاص حماس الجماهير المغربية مهم جدا أن أنت تستحوز وتعمل أكبر عدد من التمريرات وأن أنت تضغط ضغط عالي في أول ربع ساعة أن أنت تبقى لهم أنت جاي بشخصية النادي الأهلي ليه؟ خاصة كمان ومش جاي تحافز على النتيجة أنت جاي تكسب جاي تبقى لهم أن أنا النادي الأهلي أنا البطل اللي أنا برغب هما كلهم عارفين أن النادي الأهلي بيطمح في البطولة الثالثة على التوالي لأول مرة تحصل في التاريخ إن نادي في أفريقيا يحقق البطولة للمرة الثالثة على التوالي وبالتالي أنت لازم في أول ربع ساعة تحديداً أول عشرين دقيقة دايماً لما بتعمل تمريرات ونستحضر كده مباراة الهلال السعودي في كسا عامل الأندية كانت واحدة من أحسن المباراة اللي عملها النادي الأهلي في خلال ولاية مستر مصيماني في خلال السنتين ثلاثة الأخر أنت في أول ربع ساعة كلنا كنا خايفين من المطش كلنا كنا متوقعين إنه ممكن تعادل ممكن ما يعني مش متوقعين طبعاً إحنا نكسب أربعة بالشكل دوت وبالأداء ده الدكتور أحمد سابتة كابتن حشيش قال نقطة مهمة دافع للجلدة إنه ياخد البطولة الأفريقية أو دورة بطالة أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي هيكون إنجاز بيكتب في تاريخ كل لاعب في الجلدة ريكورد محدش عمله قبل كده على مستوى يعني الأفريقيا محدش عمل الكلام ده قبل كده ودايماً مصر سباقة بالحاجات دي وبالتحديد النادي الأهلي هو صاحب الأرقام القياسية والبطولات يضيف إن شاء الله ريكورد جديد ليه واللعيبة والأجيزة لأن هذه الحاجات اللي بتفضل في تاريخ اللعيبة وسامة بعد جدا بتحس إن أنا أنا خدت كذا بطولة أنا عملت ريكورد كذا أنا فارق عن الجيل اللي قبلي بكذا كمان يا كابتن محمد ده الجيل الوحيد اللي عمل كده بصحيح هيعدي جيل البركات وبوتريكة والجمعة الجيل الزعبي بتاع النادي الأهلي هتعديه إن شاء الله من الأجيال من أحسن لأحسن بإذن الله طيب نروح بقى لمباراة النهاردة المباراة المهمة وبمرتقبة كمة الشباب بين الأهلي والزمالك ودائما يعني متعودين أي مباراة أهلي والزمالك بتكون مباراة حلوة دكتور أحمد نادي الأهلي في الترتيب التاني 64 نقطة بيفصلوا بس نقطتين عن طلاع الجيش في مركز الأول 66 نقطة والزمالك في المركز 11 من رصيد 44 نقطة مباراة مهمة إن نادي الأهلي يحافظ على المكسب علشان يحافظ على المنافسة على بطولة الشباب اللي هو محتكرها بقاله حوالي 4-5 سنين هي مباراة ديربي ومباراة كمة بغض النظر عن ترتيب الفرقتين يعني النادي الأهلي المركز التاني ونادي الزمالك المركز 11 في الدوري والفرق كم نقطة 20 نقطة لكن ده يعني هتلاقي أن النادي الزمالك منزل بعض اللعيبة ممكن هو بيبقى عايز أن أنا أكسب النادي الأهلي بحيث أن أنا أعوض الموسم السيء ده بتاعهم فطبعا بيبقى عندهم دافع مباراة الكمة ومباراة الديربي دي بتختلف تماما عن ترتيب الفرقتين دي الحاجة الأولانية الحاجة التانية النادي الأهلي النهاردة في المركز التاني بفرق نقطتنا على طلاع الجيش وطلاع الجيش عنده في نفس التوقيت مباراة مع الاتحاد في اسكندرية أيوة وبالتالي أي تعصر النهاردة الفرق طلاع الجيش لو هم خسروا والنادي الأهلي كسب انت هتتصدر الدوري وباقي أسبوعين على الدوري وعندنا الأسبوع الجاي طلاع الجيش في طلاع الجيش ده إحمال فرقنا كابتن حشيش هدوكو سابت في ملاعب الناشين في ملايقية نصر النادي الأهلي ونادي الزمالك وزي ما احنا بنتكلم عن علاقات الجيدة هتلاقي النهاردة فريق نادي الزمالك وهو وجوه النادي الأهلي فديد نصر أفضل استقبال جاز الفني اللعيبة وده المعتاد ده مش غريب على النادي الأهلي وده العادي بالنسبة لنادي الأهلي طبعا ضيافه أي فرقة في مصر بتيجي النادي الأهلي بتستقبل أحصل استقبال عايزة رجع بس لحتة الفرق النقاط النهاردة كنت بتكلم كابتن شرف كابتن محمد شرف محمد شرف طعم المدير الفني طبعا فقال لي كلمة كويساوي قال لي يا أصعيح الجيش فرق نقطتين إنما أنا قلت اللعبتي فاضل ثلاث ماتشاط اكسبوا الثلاث ماتشاط بغض النظر الجيش يعمل إيه؟ لو كذبوا الثلاث ماتشاط اللي جئين خدوا البطولة لأن ضمنهم مباراة الجيش فإن شاء الله بإذن الله طبقوا بعدين برضو مباراة الأهلي والزمالك أيا كان لو بيلعبوا أتاري مع بعض هي منافسة وهي حماسية وهي قوة وزي ما أحمد قال ناد الزمالك ترتيبه متأخر جدا في الجدول إنما هو عايز يعمل نتيجة كويسة مع الناد الآهلي وتعادل طبعا للمباراة الأولانية المباراة اللي حقاك بتقول المتبقي ثلاث مباراة للناد الآهلي وكابتن محمد شرف قال نكسبهم المباراة المتبقية للناد الآهلي النهاردة للأهلي والزمالك طلاع الجيش والأهلي في ملعب طلاع الجيش جهاز الرياضة والأهلي وجونة المباراة الأخيرة دول الثلاث مباراة المتبقيين للناد الآهلي الناد الآهلي لو كسبهم خلاص بغض النظر نجيش يعمل بقى يعني يكسب يعني فعايز أقول لك إن المباراة الأهلي وزمالك هي مباراة ديربي أيا كانت سواء البراعم سواء الناشئين سواء الفرق كبيرة بيبقى لها طبع خاص والفريق مثلا اللي هو بيبقى متأخر وبعيد عن البطولة بيحاول يكسب المباراة دي عشان يحقق كده برضو مكسب يقدر يعني يصبر به جماهيره غير موضوع البيناسيون موضوع البطولة يعني مباراة طبعا قوية الناد الآهلي في المركز الثاني وعمل الحياة نتائج كويسة مع شرف شرف لعب مع الناد الآهلي حوالي ممكن 11 مباراة بعد مسك الفرقة اللي تحسن الأداء وتحسن تحسنة النتائج كانت البداية متعسرة شوية في بداية البطولة من الناد الآهلي ابتدى المستوى يعلى بالتدريج من أول سلحية شرف هو مدرب كويس وعنده خبرات كبيرة ابتدى أداء بصراحة ومسك حتى كمان دوري ممتاز كمدرب عام مكسب بأنه يرجع طبعا الناد الآهلي ومسك فريق الشباب اللي هو أمل الناد الآهلي في المستقبل عنده مشكلة بس الكابتن شرف بيقول لي أنا ما باخدش حاجة من الفرقة الكبيرة ما فيش لعبة بتنزل تلعب معي لأن طبعا فيه إصابات في الفرقة الكبيرة فبيبقى صعب لو الناد الآهلي عنده جدوى المضغوط في الدولة وفي أفريقيا فبقى فيه صعوبة عكس الأندية التانية بيقول لي الأندية التانية كلهم بلعبوا طبعا فرق من الدرج وإنت أحاك بتتكلم عن محمد شرف كابتن عشيش دكتور سابت دي أرقام مدرب الأهل الكابتن محمد شرف منذ تولي المهمة لعب معنات لأهل 11 مباراة قدهم كهداة فنية فاز في 9 تعادل في ماتشين خس مخسرش ولا مباراة عدد الأهداف 24 هدف واستقبل 10 أهداف احراز هدف كل 90 دقيقة 82% استقبلت شباكه 10 أهداف ونظاف شباك نظيفة 3 مباراة كابتن محمد شرف عمل ريمونتادة أحسن ريمونتادة عملت السنة دي وإن شاء الله إن شاء الله لو خدنا دوري 2001 ده كابتن محمد شرف ده يستحق تمثال عليه الفرق كان كم نقطة كان 16 نقطة بين الأهل والجيش قبل تولي كابتن محمد شرف رجع الفرق لنقطة يكا دي كل الموضوع من تهي من 16 أي مدرب تاني كان قالك أنا هلعب أجهز أعد الفرقة بس للسنة الجاية طيب نعرب للصورة أكتر من ملاعب الناشئين من مدينة نصر ونروح لزميلة فاروق صلاح تحياتي ليك يا فاروق وتحياتي الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت كل التحية ليك يا كابتن أسامة والتحية طبعا لكابتن مصر الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد ثابت مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الآلي في كل مكان إن شاء الله يوم يكون موفق ومميز إن شاء الله لشباب النادي الآلي النهاردة في مباراتهم أمام فريق الزمالك في الجولة الثانية والثلاثين لبطولة دوري الجمهورية للشباب مباراة في غاية الأهمية طبعا للنادي الآلي في ظل طبعا الصحوة اللي قضى طبعا زمال الدكتور أحمد ثابت الكابتن محمد شرف وعايز أفعد الكابتن محمد شرف بالتحديد يا كابتن أسامة كابتن محمد شرف طبعا تولى القيادة الفنية للفريق في ظروف صعبة ولكن في نقطة في غاية الأهمية كابتن محمد شرف طبعا بتبقى بعض النقاط ما يكون فيه جهاز فني لفريق في الدوري الممتاز أو فريق في الدوري الممتاز به بتبقى الشغف أو الطموح بالنسبة للمدرب بيبقى أولي لأنه ينزل تاني لقطاع النشئين لكن الكابتن محمد شرف كليه كلام معايا قال للنادي الآلي لو نداني في أي وقت أنا مقدرش إن أنا أرفض نداء للنادي الآلي لو اطلب مني إن أنا أنزل أضرب في قطاع البراء ما يكون موجود في النادي الآلي إن شاء الله نتمنى له التوفيق النهاردة في هذه المباراة طبعا قادل الفريق في 11 مباراة قدر يفوز في 9 اللقاءات وتعادل في لقاءين النهاردة في المحاضرة الفنية مع اللعبين كابتن محمد شرف وبالمناسبة ودرقها المتفرد دي الكابتن محمد شرف في تاريخ مواجهاته أمام نادي الزمالك هو واحد من المدربين الذي لم يهزم في أي مباراة أمام فريق نادي الآلي منذ قياته لأي فرقة في قطاع الناشئين وكانت مؤخرا فريق الـ 2001 طبعا كان بيقود الـ 2001 وقدر أنه يفوز عليهم في ملعب الزمالك ثلاثة واحد ويقرر الفوز هنا في ملعب النادي الآلي بنتيجة ثلاثة أداف مقابل لشئ طبعا دي كانت آخر مواجهة طبعا الاستمرار في المنافسة والصراع اللي ما بينه ما بين نادي الجيش ان شاء الله اللي هتجمعه مباراة قادمة في ملعب الجيش الأسبوع القادم كابتن محمد شرف أعلن تشكيل النادي الآلي لهذا اللقاء اللي يكون في حراسة المرمى حمزة علاء قدامه اتنين مساكين هاني عمروي جلال أحمد في اليمين أحمد سيد عبدالنبي في الشمال محمد أشرف قدامهم اتنين في دائرة المنتصف لاب أحمد أشرف وكريم سعد الله قدامهم سلاسي هجوم مكون من محمد فخري في مركز صانع الألعاب على يمينه زيادة طارق وعلى شماله اللي أحمد سيد غريب ورأس الحربة علي عمر بينما نادي الزمالك طبعا اللي بيقوده الكابتن والمدير الفني كابتن محمد سابت أعلن تشكيله طريقة لعب اللي يلعب بها لهذا اللقاء ثلاثة أربعة ثلاثة مكونة من زيادة أسامة في حراسة المرمى قدامه ثلاثة قلوب الدفاع حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد حمدي في مين رضا محمد وفي الشمال حاتم محمد منتصف الملعب محمد حسام بيسو ومحمد خدري قدامهم مسلس جومي مكون من كريم محمد ويوسف أسامة نبيه وحسام أشر طبعا بيقود هذا اللقاء تحكميا طاقم تحكم بقيادة الحكم الدولي أحمد الغندور بيعاونوا في هذا اللقاء طاقم تحكم طبعا دوري منتزو يعني طاقم تحكم دوري كابتن أحمد الغندور حكم الساحة يعاونوا هاني خيري وأحمد عبد الغني الأجواء هنا أكثر من رائعة حالة الجو هنا ودرجة الحرارة إن شاء الله هنا يا كابتن أسامة تنبئ بمباراة قوية جدا إن شاء الله ما بين النادي الغالي ونادي الزمالك وطبعا كل التوفيق لفريق النادي الغالي أنا موجود معاك يا كابتن أسامة لو في أي استفسار أو أي تساول لها بنشكرك شكرا جزيلا يا فاروق بنشكرك على هذه التغطية وكافة المعلومات نروح لفاصل وبعد الفاصل نستكمل التحيل الفني مع ضيوف الكرام الكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد سابت أهلا بحضراتكم من جديد كابتن حشيش تشكيل النادي الأهلي حمز علاء أحمد سيد عبد النبي هاني عمر جلال أحمد محمد أشرف وسط الملعب كريم سعد الله أحمد أشرف خط الأمامي زياد طارق محمد فخري أحمد سيد غريب وفيه الهجوم علي عمر النهاردة كابتن شرف 4-2-3-1 طريقة المعتادة لنادي طريقة المعتادة عنده كمان لعيبة على مستوى عالي هو كان مفتقدهم خلال الفترة اللي فاتت زياد وفخري يضيفه كتير قوي للفريق طبعا بكونوا متواجدين عنده أحمد سيد عبد النبي ناحية اليمين ومحمد أشرف طبعا الناس كلها يمكن عارفها محمد أشرف أبو أحمد لعف كاس الرابطة محمد أشرف الباكلف أحمد أشرف ده الوسط الملعب طبعا الاتنين ديفندرات المفروض أنهم على الورق ديفندرات كريم وأحمد أشرف إنما أحمد دايما اللي بيكمل طبعا مع الفراودة وكريم بيبقى قدام دايما المساكين ما بيعديش كتير نص الملعب ديفندر أساسي وثابت في الحتة دي قدام طبعا عنده زياد طارق انطلاقاته طبعا ومهاراته الكبيرة مع أحمد سايد غريب برضو عنده انطلاقاته عن صورة عنده مرغوة كويسة وبيقف على الكرة من تحتهم طبعا محمد فخري صانع الألعاب علي عمر بن اللعيب رصات الحرب الكويسين اللي هو مهاري فممكن يقدر يعمل شغل النهاردة كويس مع محمد فخري ومع زياد طارق وأحمد سايد غريبي دكتور سابت شاف النهاردة كابتن شرف يبتدي ازاي يبتدي ضغط علم الأول على فرية الزمالك ولا يلعب تلتين ملعب ولا شافه ممكن يبدأ النهاردة ازاي كابتن وحمد شارع هو هيبدأ ضغط على التشكيل الهجومي ليه التشكيل الهجومي التشكيل في راسين حربة اتنين يعني أحمد سايد غريب بيعتبر راس حربة وبيلعبه النهاردة جناح شمال وينج نحية الشمال وزياد طارق نحية اليمين وفخري صنع ألعاب وقدام علي عمر فهو احنا كنا متوقعين مثلا ان هو يبدأ بصالح نصر كوينج مع زياد طارق ومحمد فخري لكن هو بيفاجئ ان النهاردة بيعتبر اتنين راس حربة يعني اعتقد عشان هيعمل هو دايما بيعتمد على الضربات السبتة بيعتمد على العرضيات بشكل كبير فهتلاقي دايما فيه اتنين راس حربة في جوه منطية الجزاء علي عمر واحمد سايد غريب وخلي بالك من ضمن الأسماء قائمة هدف فريق الاهلي موليد 2001 احمد سايد غريب احرص 12 هدف علي عمر 8 هدف ومحمد فخري صنع 7 هدف ففيه قوة هجومية كبيرة انت النهاردة بتتكلم من الاتنين المهاجمين احمد سايد غريب 12 هدف وعلي عمر 8 هدف فهو بدئ بتشكيل هجومي اكتر النقطة بس الوحيدة اللي في التشكيل اللي هي هي مزنب فيها المدرب هي الغيابات الموجودة في الدفاع انت النهاردة محمد مغربي طلع عارض تشيك حمدي موسى المساك برضو الاتنين اللي كانوا بدئين الموسم يا كابتن محمد محمد مغربي وحمدي موسى وده الأسباب اللي هي عاملة ربكة نوعا ما في الدفاع في النادي الاهلي بسبب واحد راح احتراف وده برضو دور قطاع الناشئين قطاع الناشئين ايه انت بتطلع للفرقة الاولانية للفريق الاول بتطلع العيبة عارض تشيك بتعمل نوع من التوازن وفي نفس الوقت رغم الغيابات الموجودة وفي لعيبة بتطلع الفريق الاول بتلعب بعض المبارات زي ما شوفنا في كاس عاملة الاندية في نفس الوقت انت بتنافس على البطولة لغاية اخر اللحظة صحيح يعني انت الفرق نقطتين بس رغم كل ده يعني النهاردة الفرق بعد ما كان 11 نقطة النهاردة كابتن محمد شرف كان 16 لا 11 نقطة 11 نقطة ادري يرجع المنافسة تاني نقطتين ما بينه وبينطلع الجيش بعد ما كانت المسافة بعيدة 11 نقطة فدي برضو تحسب للعيمة وكابتن محمد شرف صح أنا بس عايز اقول في الجزئة دي اوسامة النادي الاهلي زي ما احنا اتفانى من البداية عايز التلات مباريات ان شاء الله بما فيهم مباريات النهاردة مكسب مقدموش حاجة تانية انه لازم يكسب التلات مباريات بلعب ناتزة مالك ناتزة مالك متأخر في ترتيب الجدول بس من خلال مبارياته اكتر الفرق تعادلات اكتر فرقات عدلة اكتر فرقات عدلة ناتزة مالك 14 تعادل بيقفلوا كويسة وبيلعبوا على الهجمات المرتدة بس النهاردة كنت نحشيش احنا بنقول الاهلي النهاردة زياد طريق موجود لعبة شاركة مع الدرجة الأولى محمد فخري ناتزة مالك برضو النهاردة منازل لعبة وقيادة في الدرجة الأولى او الفريق الأول ابرز الاسماء عند دكتور سابت حسام عبد المجيد ده منتخب أولومبي المساج بتاع ناتزة زمالك ده نازل النهاردة محمد خسام ده برضو اللعيب الارتكاز ويوسف قسامة نبيه ابن الكابتن قسامة نبيه ويحصام أشرف المهاجم فالنهاردة استعانوا برضو بالعيب ممكن تبقى برضو حتة سلبية ليه الفرق ما بتبقى متعودة هم بلعبوش باللعيبة الدرجة الأولى دي كل المباريات هم بنزلينهم عشان النهاردة مباريات النادي الأهلي فهو متعودين يلعبوا لأنه اتفرجت عليهم قبل كده بلعبوا مدافعين أكتر بيقفلوا أكتر بيقفلوا أكتر بيعهم عندهم صراعات قدام فبيعتمدوا على الهجامات المرتدة النهاردة لما هتنزل لعيبة الدرجة أولى لعيبة الدرجة الأولى بتاعتهم عايزة تنزل تعمل الفارق وتهاجم فممكن تبقى تغيير شوية في الطريقة وتغيير الطريقة قدام فريق كبير زي النادي الأهلي بيلعب على المكسب ممكن إن شاء الله تبقى في صالح النادي الأهلي تأكيدا لكلام كابتن محمد الأرقام بتقول إيه إن النادي الأهلي هو الأكثر فوز في الدوري أكتر فرقة فازت في الدوري النادي الأهلي كسب 19 مطش نادي الزمالك أكتر فرقة عادلت فده دليل إيه إن النادي الأهلي أكتر فوز إن عالية المدرب كرة هجومية شخصية فرقة عايزة أكسب على طول بغض النظر بقى عن المعدل الأهداف اللي بتدخل فيه النادي الأهلي كده على طول عالية هجومية عكس نادي الزمالك نادي الزمالك الأرقام بتاعته الأكثر تعادل دليل إيه؟ إن المدرب بتاعهم بيقفل بيقفل الجيم ما بيفتحش الجيم زي النادي الأهلي صحيح عشان كده نتيجته في التعادل أكتر طيب وإحنا من التكلم عن إن ممكن الزمالك يقفل النهاردة دور أحمد سيد عبد النبي ناحية المين دور محمد أشرف هيكون لهم دور مهم النهار طبعا من الاتنين دول أنا شايفهم مستقبل النادي الأهلي الزاهير الآيمن أحمد سيد عبد النبي والظاهير الآيصر محمد أشرف محتاجين بس شوية خبرات مع ممكن إعارة أعتقد إن الاتنين دول مستقبل النادي الأهلي يعني أحمد سيد عبد النبي ده بيشوفه باكي مين سريع عنده التحرك بدون كورة بيكمل دايما وراء المدافعين ونعب برضو في ماتشين أو تلاتة في مبراتر الربطة ومحمد أشرف لعب وعمل أسستين يعني وظهر بشكل كويس أكمل على الكلام ده إن أنت النهاردة مكسابك هيجي في الأطراف سواء البكين أو الاتنين اللي قدام زياد وأحمد سيد غريب لأن التكتل الدفاع بتاع ناتزا مالك المتوقع طبعا بيلعب خارج أرض وانا متوقع يعني بيقفل وماي لطول الدور إنه هو يلعب بالطريقة دي يبقى لازم تلعب من ناحية الأطراف وعندنا في رأس الحرب علي عمر بيجيد طبعا اللعب بدماغ وعنده المهارات اللي قدر ممكن في التكتل ده مثلا ممكن ياخد ضرب الجزاء ممكن يخطف واحدة كمان الزمالك بيلعب بتلات مدفعين تلات مدفعين دي برضو أنت يعني هيلعبوا دفاع منطقة بتلات مدفعين فأنت محتاج أن أنت فعلا زي ما كابتا محمد بيقولت شغل الأطراف ومعاك رسين حربة علي عمر وإحمد سيد غريب تكملتوا جوه الثمانتاشر دي هتكون مفتاح الفوز لازم أحمد سيد عبدالنبي لما بيتقدم لازم يكون في زيادة عدية جوة منطقة الجزاء بزيادة أحمد سيد غريب جنب علي عمر وزياد طارق ومحمد فخري عندهم الحل الفردي في الواحد على واحد وفي نفس الوقت يا أحمد إما بتلعب على الأطراف أو لازم تبقى فاتح الملعب قوي والرتم الكورة يبقى أسرع شوية عشان تفتح الملعب وفي نفس الوقت أنت عايز طالما هيلعبوا بتلاتة مساكين وراء يبقى أنت عايز تخرج المساكين دول من منطقة الجزاء يروح على الأطراف عشان تخلق مساحات لحد يقدر يخطف عنها أهمية المباراة النهاردة يعني منطقة القاهرة عينة أو كابتن أحمد الغندور حكماً للمباراة ده يعني ماتش مميز وماتش حساس حكم دوري ممتاز حكم دولي كمان حكم الحكام الدوليين الموجودين في مصر اللي بتحكم مباراة أفراقيا وبتحكم في الممتاز حكم مميز جداً بالمناسبة طالما جبنا سيرة الاتحاد أوسامة في تغيير في الجدوى اللي هيحصل لأن في خطأ حصل في مباراة بيرامد وفاركو بيرامد وفاركو الفاركو لعب ولد موقوف وكان الماتش انتهى طبعاً تعادل فطبعاً نتحقق في الموضوع ده مع تحكم لجلة الحكام وحسب المباراة لبيرامد فالترتيب حيتغير شوية طيب نروح كده بقى يعني أستاذ الحضراتكم نروح بقى لفاصل وبعد الفاصل نروح لمعلقنا المتميز الكابتن محمد عفيفي ونشوف حضراتكم إن شاء الله بين شوطاي المباراة